أرحب بضيفتنا هند الناهض مؤسس سوشال لعبي للاستشارات في التواصل الاجتماعي مساتش الله بالخير مساء النور محمد حياك الله وعاش مشافت الله يسلمك إن شاء الله يا رب أخباركم نحن طيبين نحن الحمد لله لا واضح سوال في سوال من يت قاعد تصور صورت كل شيء إن شاء الله أنا لازم البث الحي محمد يعني الحين يقولك سنة 2017 سنة البث الحي إذا لم تنقل لحظة بلحظة لحق المشاهد اللي عندك وراء التليفون تمام أنت ما عندك مومنتوم يعني مو قاعد عرفت شوان ما لكن أنا فيه سؤال وايد يتبادر يعني ببالي إنه لمدة الناس راح تضل متعلقة بالسوشال ميديا ما راح يوصل مرحلة يملون منا ويقولون خلاص نعم لمدة الناس متعلقة بالسوشال ميديا أخي نقول كل ما زادت الداتا الحين يعني مع الخبر يعني قاعد يصر عندي تضارب الخبر مع الكويتي اللي تول قال ضيق خلقيت لا لا ما ضيق خلقي بس يعني سوالي وإنس 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 قوي صحيح بس تخيل كثير الناس راح تلها زيادة عرفت يمكن تلها زيادة يمكن توظف أمور للاستفادة من الفري داتا عرفت ولازم الأبيوز أو يصير استخدام التست كلها كلها خطوة وائد حلوة كده ولد الكويتي يعني أن إنترنت فري يعني ذكرنا بأيام فيفا لما قلنا المكانمات الأرضية فري عرفت شيء وائد زين وحضاري وهذا بس لازم يستخدم بطريقة مسؤولة بالإضافة إلى جاوب سؤالة نجلة السوشيال ميديا هي وسيلة المشكلة أننا وصلنا لإدمان فنحن نتكلم عن تنافس السوشيال ميديا يعني كل شيء يربطش بالسوشيال ميديا نزين نحن ستكتبوا تقولون الطلاق و تقولون هذا بسبب الفيسبوك يعني ليس فقط الميديا التي نستخدمها و نصور يمكن أنها موجودة و قبل أننا نتمتع بدولة يمكن أن أكثر دولة دلع شعبها بالداتا والشبكات و وفرت الشبكات والإنترنت وهذا واضح بالإضافة إلى أن المستخدم ذكي أنه شلون يمكن يمكن الجهاز الذكي الذي لديه فائدتها السوشيال ميديا قاعد غذي نفسها بنفسها فالناس تنزل بالسوشيال ميديا و ترى غيرها ما الذي يحدث فلن تنتهي فلن تنتهي فلن تنتهي لأن على طول هناك أراء و نقاش و طرح هذه طبيعة بشر نعم كما أنت تكونوا في مصدر الخبر و تكونون يعني أمور تأثر على النفسية و المعلومات يعني لو ترون بس تقيسين نحن مدى معلوماتنا قبل خمس سنين أو سبع سنين عندما نستذكر معلومة غير عن الحين لكن طبعا الموكلات صحيحة تكون يعني سوشيال ميديا لا نستقبلها بشكل كامل ليس شرط يعني أنا قاعد أتكلم عن الأشياء يمكن اللي فيها مهارات أكثر الهوتو الأشياء اللي أنت تتعلم شلون تسويها يعني أنا المكياج اليوم حطتها زين متعلمة يمكن على يوتيوب قبل فترة وهذه الشغلة أقولها لأن السوشيال ميديا قاعد تأثر بحياتنا بطريقة ليس سلبية مثل ما كل من هذا إذا توظفتها بطريقة تفيدك ما تعرفتش للسوشيال ميديا هي وسيلة مطروحة للناس في أجهزتهم نعم في أجهزتهم اللي فيها تواصل دائم من شخص لجمهور وجمهور بجماهير نعم سنقول أنه يمكن أقوى وسيلة فيها تأثير نفسي وتأثير بصري نزيل ولازم ما يستخف فيه أو أنه ما يستهن فيه لأن تأثيرها نحن نرى علينا وعلى أعيالنا أكثر من هذا ونحن نستخدمها ونذمها تعرف لما نستخدم شغلها وذمها مضطر عرفت أنها فقط تمكنت جسمها والذي يحدث أن حياتنا الآن كلها مربوطة بالداتا والنت اللي هي الواي فاي فأي شيء يريدون يصلون لكياء يكون عن طريق التليفون اللي هو الريموت إذا لم يوجد نت تصبح عصبي نعم أنا في شو لا الواتساب أو الإنستجراب كل شيء تعطل عندك نعم الآن ليس فقط مسألة تعطل الناس عندما تكون مثلاً بالشغل الناس لم تعد الإيميل أو الاتصال أو المسج هذا كيف حالها في الواتساب؟ نعم لنصر لي ساعتين فيعدون وسيلة الواتساب التي هي أحد تطبيقات الاجتماعية لذلك ستصبح صارت فيديو كول و ستصبح حتى المبيعات والتجارة ستضح على الواتساب طريقة لا أعرفناها الأشياء الذكية التي هي ثلاجة ذكية كل شيء فأنت من كثير ما الحياة سمارت ستصبح شوية أو تصبح كسولين كسول لا أدري إذا رأيت الأفلام التي يمتونها قاعدة على كل شيء أوتو لا فأنت لازم تلحق نفسك لحظة عرفت أن أنا لازم أفصل بين الوقت الذي أستخدمه أو أستهلكه لأن المعلومات وائد وما تخلص والأخبار على مدار الأربع وعشرين ساعة مشكورة فلما تقولين أربع وعشرين ساعة لا أحد يسكت لابد وتر لابد وتر نعم كترول شخصي نعم كترول شخصي يعني الواتساب أضعتها آخر شيء بالتليفون ومسكر ويفترض هنا يكون أول شيء يعني هل الواتساب هو نفس هو نفس باجي مثلا الإستجرام والسناب والتويتر يعني وسيلة أخرى لا هو وسيلة ميسجينج لكن تطور أنها تمكن منك وما يتطورها تدخل خدمات ثانية كم المستفيدين للطرف الثاني ولازم يطلعون فلس ولكن الواتساب لاحظني من طلع وطلع قبل كلهم لكنه لا تراجع لا تراجع ظل محافظ على مكانته وأهميته واستخدامه صح لأنه تطبيق مهم جدا قبل شوي ذكرتي شغلة قلتي بالرغم من حتى وجود سلبيات لمثلا هذه البرامج لكنها طغت وخذت لها مكانة وانتهى الموضوع أنت برايش السوشيال ميديا ما هي إيجابياتها و سلبياتها أنا برايش السوشيال ميديا أنه هي وسيلة تسوي شورت كات أو تسهل أمور وايد خاصة بحياتنا اليومية أو البزنس سنقول التعليم على قد ما سهلتها صعبتها لها وجهي صح لا أستطيع أن أقول لك ما هو القيمة الفعلية أو القيمة الفعلية للتواصل الاجتماعي من كثير ما هو قاعد يتغلب على العديد من الوسائل التي نحن متعودين عليها قاعدة تصير عندك بمكان واحد سنقول اليوتيوب من أي شيء ثاني اليوتيوب تكلمنا عن التكلم عن اليوتيوب منه ما وده أو ما عنده من التلفزيونات قناة على اليوتيوب لكي يكون مستمر ويقدر يعرض شريحة التي لا ترى تلفزيون أو لكي ينتشر أكثر ويصير المحتوى ماله أو التعبان عليه نزيل من ناس التي لا تسمعت في القناة أو لا تعرفت هذا على قناة إذا نتكلم فالانتشار وسهولة للوصول إلى جمهور وجماهير عديدة يمكن هذا الجانب الجانب الثاني نحن نلاحظ بالسوشال ميديا في ناس قاعدة تخصص قاعدة تصير فيه دايركشن اللي يحبون مثلا مكياج بس مكياج يحبون مطبخ بس مطبخ اللي يحبون الميديا مثلا والموفيز قاعدة تصير لهم فهذه المجاميع أي اللي راح تسكل تجارات بين بعضها وبعدين كونسبت بروحها وهذا وقعدة تستفيد من بعض لأنه أورغانيك شيء يعني عرفت جميل عالم مترابط بالاهتمامات نعم يعني كل والاهتمامه راح يصير مهتمة بشغلة شسمة أستاذ هند أنت مكملة معانا إن شاء الله لكن بعد الفاصل إن شاء الله نستمرين معكم ومع زميلتنا والأستاذ هند الناهض مؤسس للاستشارات في السوشال ميديا ذكرتي أرقام جدا صعبة وأنا ودي تذكرين هذه الأرقام وضروري بأن المشاهدة التي نرى تعتبر كارثة فنحتاج بأن ندير بالنا فيها نعم نحاول كارثة إلى شيء لازم نعم مع الخبر الذي سمعناه إن الإنترنت وهذا فنسبة أن الكويت رقم أو استخداماتها أو نسبة استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي 96% بالعالم نزين لا أسبابها ولا عوامل نعم قبل أن تعطينا الحكومة الإنترنت تفري نحن 96% الأسباب مثل ما بلشت أنا اللقاء أن الكويت عندنا تتمتع بشبكات صالات فيها تطور عالي بالشبكات نعم بالإضافة إلى أن الكويتي أو الشخص الذي عايش في الكويت عنده معدل جهازين إلى ثلاثة وداتا بالتليفون وداتا بالبيت وداتا بالأخص فالوسائل متاحة فالوسائل متاحة نعم والخدمة متاحة نعم نعم لكن متاحة بلد فيه وفرة استخدام للأجهزة وحب للأجهزة هذه وصغير فالتفاعل يكون عالي يعني الكويتي نزين بشكل عام الكويتي والسعودي يقضون تقريباً من ثمان إلى ثنائش ساعة يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي متأيناً متأيناً كان الخبر بأخذ لوياً في أمريكا وأوروبا بالطبيعي لكويتي ثمان ساعات إلى ثنائش ساعة فالحين إذا كنت تكون الإنترنت مبالاً فلا يستطيع الانترنت مبالاً لا أدري كم ساعة ماذاً ما تقولون هذا مثلاً من ثمان ساعة إلى ثنائش ساعة أنا في السوشال ميديا هذا طبيعي الأجهزة مهما كان فيه فوائد لكن يظل بأن الشخص سيكون تافع سيستطيع الإنجازات ما هي الإنجازات التي تقوم بها في حياتها؟ ما هي الإنجازات التي تقوم بها؟ نحن نقول أن المشكلة أن البث الحياي تتحدث أن الناس ستستهلك التليفونات والبطاريات أكثر والنقل الحياي أكثر وتقطيات وإفنتات أكثر ما يحدث أن الشركات التي تقوم بها تطبيقات هذه الاجتماعية تصبح أذكى وتحاول أن تحتوي شخص كثيراً لا تستطيع في تطبيقها فالمنافسة عالية وحب التجربة عند الشخص عالي أن يجرب ووفرة الـ data موجودة فأنا أتوقع أن الشخص إذا من ثمان ساعة إلى ثمان عشر ساعة عادي يقوم بعمل حتى في السوشيال ميديا لأن هناك ناس أعرف أن تبدأ تفتح لينكدين ويوتيوب وهذا ترى الأخبار فالـ social media تمكنك أن تعمل ولكن الشخص هو الذي يعزل نفسه أو يضع نفسه هذا لديه شغل ولكن أنا ملاحظة شغلة أن الفترة الأخيرة الناس كثيراً لا تستطيع التحاشى الاتصالات تستطيع أن تحصلها داخل سناب وداخل إنستغرام ويمكن إذا ذكرتها تكس ميسج ليس واتساب واتساب وعيد زحمة أو تويتر يمكن أن تدعون عليكم تويتر نعم الذي تحصل لا تستطيع أن تدع لداركت فهذا يمكن أن تسهلك الوصول إلى الشخص تدري إلي هو وين وش يقع يسوي وين رايح ومصيود فأنت في خصوصية وفي اهتمام أنت عندك السوش فأنت تدع لداركت أو تدع لداركت كثيراً الناس كما أنت تقول إلى أين تصل؟ إلى أين تصل؟ يعني أنا يلا بنام وحط وعنا لا أحياني أفكر أنت مكان ثاني إنتظر ما تقولين من ثمان إلى 12 ساعة يومياً تقريباً وعندنا كل حالات الطلاق والمشاكل الزوجية بسبب موضوع ما يلما؟ ما حلتك؟ موضوع واتساب ثمان ساعات كيف يقعدون مع بعض؟ ماكو، لا يوجد لا يوجد تلفونا أين خلاص؟ الواقع باتش راديق عليه فيديو فيد عرفتين شكراً هذا الله لا يقول إن شاء الله الله لا يقول إن شاء الله بس أنا أقول لك نحن نحن كمشألة استشارية وعندك معلومات كثيرة بهذا الموضوع عندكم هاشتاق الكويت هاشتاق الكويت هي واحدة من الفعاليات التي من كثير مع دولة الكويت نمبر وين من السوشال ميديا يجب أن نفعل وعي وثقافة ومنصة المؤثر زائد المستشار زائد الخبير زائد الدولة الحكومة الناس الناشطة ووسائل التواصل الاجتماعي زائد مشاريعهم الاقتصادية مشاريعهم سواء خلال بزنس أو غيرها يحضرون الناس العوائل اللي أهمة يبون يعرفون ماذا قانون الإجرام الإلكتروني على قانون هذا على شلون أهمة يمكن أن يفعلوا أشياء بسيطة يعني فأنت كنت معنا نجلة بالانطلاقة بحاشتاق الكويت وإن شاء الله سيكون شهر ثلاثة بإذن الله يمكن معلومات وحصائيات عن الكويت وشونه صار بالكويت فهو مفيد وتوعوي هو مفيد وتوعوي وتفاعلي جدا ليش؟ لأن فكرتها أن يكون هاشتاق الكويت من وينيت أن هاشتاق الكويت لقينا بإنستغرام وتويتر أكثر هاشتاق فعال والناس تستخدمها بتويتاتها أو إستغرامها فقلنا 500 هاشتاق الكويت ويكون أهو فعال فترة المؤتمر والتسويق عن أي فعاليات في الكويت وتواصل الاجتماعي نحن نتمنى أن يكون هذا يكون تفاعلي كان رائع صراحة من التجهيز أعطيكم العافية حضور كان مبهر لا توقع الصراحة هذا عندما تضعوا العالم الافتراضي مع العالم الواقعي نعم تقول لهم يتعلم يظهر الناس الصجية التي ترونها أنا أشهد وزارة الإعلام وحق الفريق الذي شقال أنه يكون مختلف وأنه يوري الناس أو ضيوف كثير ما يمكن أن هذا التواصل الاجتماعي بالكويت وهذا المنصة التي أي أحد يستفيد منها نحتاج بينكم أن تزيدون التوعية بأضرار إدمان الإنترنت السوشال ميديا الشخصية تصبح انطوائية أنا لا أسلبي بهذا الموضوع لكن أنا همري بأن الشخص يكون منجز فأتمنى بالجاية تركزون على الشخص يكون منجز لذاته ولها رأي هي تشوف أنه أيضا خرحتي مرة أنه فعلا إدمان هذه الأمور تسبب أمراض نفسية وهو مرض وهو مرض اسمه فومو 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 يعني أنت تخاف يضيع منك خبر أو لا ما تسمع شيء صار وأنت نايم أو هذا هذا الفومو أهلي قومك بالليل خليك تشوف التليفون إذا صار شيء ومسدت أو لا وتريد أن تضع الفوم وتنام فالفومو وهذا يصير فينا هو مرضي يعني يعني مرض هو نفسي جديد ونفسي ليش لأنه بالعلم بالساينس أو بالعلم يقول لك الواحد إذا طاف شيء أو يالا لايك فيه هرمون يفرز بالمخ اللي هو سيروتونن نعم هرمون سعادة يمكن هذا إذا أنت بجاوبت شنو قاعد يصير بالإنسان أو ليش نحن مدمنين على الوسائل هناك أشياء فعلا نفسية وعلمية قاعد يصير بالإنسان بسبب التواصل الاجتماعي مشكلة قاعد يقرونها بالسوشيال ميديا وقاعد توصل لهم بس ماكوا فايدة لهم لازم وعيداتي أخر سؤال هند شنو تقييمتش للتشريعات الكويتية ناحية خنجولة القانون الإعلام الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي هل شايفتها كافية ولا فعلا محتاجة أي نتيجة هي كبداية تشريعات مهمة مثل دولة الكويت أكتب مفعالة وتفاعلية لازم يكون في دور تشريعي وتوعوي بالاستخدام لأن نحن اللي قاعد يصير أن صار هجوم على الحرية وعلى القانون نعم بدون لا يعرفون أن القوانين يحكي الوسائل التواصل الاجتماعي لا محالة ممتاز فحلو أن تكون الكويت من البداية مجاهزة وتقدر تعدل على القوانين وتفاعل مع الناس لأن من الناس لها وأفضل لها لأن باتش رح تصير فيه إجراءات على رتويتها غلط مثل ما إحنا قاعد يصير معنا بس على نظام عالمي فقوية تشريعات تنظيمية نعم وتأسس الجهات الإعلامية أن أهي تسوي دورها وتنقل الخبر الإلكتروني الطريقة صحيحة اللي شل عافية الله عافيك محمد شكرا لك شكرا لك ومشكري على الاستضافة الله يسلمك إن شاء الله و بالكويتي يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نشوفكم في هاشتاغ الكويت إن شاء الله بإذن الله شرفنا الشيء بإذن الله بإذن الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك